أكد قائد نقاط المنع والتحكم وضبط الدرجات العميد عبد الرحمن الخرصان منع جميع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكب من دخول المشاعر بدءا من فجر الخميس لن يسمح للمركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكب بالدخول إلى المشاعر المقدسة يبدأ المنع للسيارات الغير مصرحة والتي تقل حمولتها أن 25 راكب فجر يوم الخامس من شهر ذو الحجة على جميع المشاعر ما عدا طريق الملك فيصل والذي يعتبر رابط لطريق الدايل الرابع وطريق الطائف الهدى سيستمر فيه الحركة الطبيعية حتى يوم السابع يوم السابع هيدخل طريق الملك فيصل وطريق الطائف الهدى هيدخل ضمن الحمى وضمن المشاعر فتمنع المركبات الغير مصرح لها باستعمال هذا الطريق لأن الطريق الدايل الرابع يعتبر شريان رئيسي الآن وهو الواصل مع طريق الملك فيصل المؤدي إلى طريق السيل الطائف ترجمة نانسي قنقر